توصلت الدراسات والأبحاث الميدانية إلى أن الأطفال يقضون وقتاً أطول على الإنترنت ورغم أن التواجد والتصفح عبر الإنترنت يساعد الأطفال على التعلم والتخيل لكن هذه الفرص تأتي أيضاً مع مخاطر جسيمة بالرغم من كل فوائد الإنترنت لكنه مصحوباً بمخاطر جسيمة على الأطفال مثل التنمر الإلكتروني وخطاب الكراهية والمحتوى العنيف إلى جانب الرسائل التي تحرض على إيذاء النفس وتصل إلى الانتحار فضلاً عن خطر الانضمام إلى التجنيد من قبل الجماعات المتطرفة والإرهابية منظمة اليونيسيف أكدت أن أكثر من ثلثي شباب عبر ثلاثين دولة أعلنوا تعرضهم للتنمر عبر الإنترنت إذ يتخلى شاب من بين كل خمسة شباب عن المدرسة بسبب وقوعه ضحية لذلك وفقاً لليونيسيف فإن عام الفين ثلاثة وعشرين شهد استخدام تسعة وسبعين في المئة ممن أعمارهم ما بين خمسة عشر وأربعة وعشرين عام لمنصات التواصل عبر الإنترنت مقارنة بنسبة خمسة وستين في المئة من بقية سكان العالم تشير البيانات كذلك إلى أن الأطفال يقضون وقتاً أطول على الإنترنت أكثر من أي وقت مضى وبنسبة متزايدة إذ يستخدم أكثر من مئة وخمسة وسبعين ألف طفل شبكة الإنترنت للمرة الأولى في كل يوم بمعدل طفل جديد كل نصف ثانية مؤخراً بدأت شركات التكنولوجيا انتهاك خصوصية الأطفال بهدف جمع البيانات لأغراض التسويق مما يجعل هذه الفئة من المستخدمين عرضة للخطر فالتسويق الذي يستهدف الأطفال من خلال التطبيقات والوقت الطويل الذي ينضونه أمام الشاشة يضر بالنمو الصحي للطفل في السنوات الماضية بدأت ظاهرة الألعاب المميتة أو كما تعرف بألعاب الموت في الانتشار على الساحة العالمية وذلك يعود إلى كيفية تصميمها لجذب أكبر عدد ممكن من الشباب والأطفال لما تقدمه هذه الألعاب من متعة وقدرة على إدخالهم في حالة من الغمود والإثارة أثناء استخدامها فضلا عن وجود بعض التطبيقات التي قادت العديد من الفتيات المراهقات والأطفال للوقوع كضحايا لعمليات الاغتصاب والابتزاز والتعذيب النفسي والبدني بل تعدى الأمر ليصبح مهددا مباشرا لحياة مستخدمي الأمر الذي يستوجب الالتفات له التعامل معه بجدية من قبل الحكومات ومنظمات المجتمع المدني